موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج تشريعيات مايي 2017 الحملة الانتخابية في يومها الثالث العاصمة صاحبة أكبر عدد من المقاعد في البرلمان 37 مقعد بعدما حقق الإسلاميون المفاجأة في تشريعيات 2012 ب13 مقعد من سيتصدر المشهد السياسي في الولاية الحملة الانتخابية انطلقت وجعلت من رؤساء الأحزاب أحدهم دهانا وآخرا مجاهدا وآخرا مواطنا في الأنفاس الأخيرة من السنة الخامسة وآخرا قهواجي ما هي البرنامج ما هي البرامج فالخطب معروفة ما هي آليات الاستقطاب التي ستعتمد عليها الأحزاب هنا في العاصمة ماذا جسد وماذا سيجسد حضوض الإسلاميين بعد التفكك الوزح النون ترشح نفسها للمرة الخامسة على رأس حزب العمال في العاصمة ومواضيع وأسئلة وتساؤلات أخرى سنتطرق إليها رفقة ضيفي سيد رمضان تعزيف نائب عن حزب العمال في عهدت 2012-2017 ومرشح الحزب هنا في العاصمة أهلا وسهلا بك سيدي الكريم شكرا مساء الخير كما أسعد كذلك باستضافة السيد شيري في أحمد نائب عن تكتل الجزاء الخضراء في عهدت 2012-2017 ومرشح تحالف حركة بجتمع السلم هنا في العاصمة أهلا وسهلا بك سيدي الكريم أهلا وسهلا والحمد خلينا نيمنوا البداية بستعزيفت قوائم ربما معروفة ما نشفي حاجة أن نعرفوا شكون هي الوزاح النون شكون هو تعزيفت لكن السؤال الذي يمكن طرحه بعد الإطلاع على قائمة حزب العمال هنا في الجزاء العاصمة نعطي لك سؤالين في سؤال واحد باش نختصروا شوية الوقت لماذا الوزاح النون للمرة الخامسة لعدة الخامسة هكذا يسأل البعض خاصة وأنه تخذت شعار كفا البعض يقول لماذا لم تقل الوزاح النون مثلا كفا لنفسها وترشحها للعهدى الخامسة ولماذا أبرز نواب حزب العمال كلهم هنا في العاصمة نقول البعض لأنه كان مثلا كل واحد ترشح في وليته أحسن بما أن الوزاح النون هنا بإمكانها المنافسة نساء الخير شكرا للمرة أخرى على الاستضافة شكرا لك أصبح نقاش ممل لأن في الحقيقة القضية ليس في تحديد العهدات ولكن في الأداء لأنه يقدر واحد يريح ربع عهدات ولا ثلاثة عهدات ولا يكون الأداء تاعه جيد ما زال يقدر يمد عنده أفكار عنده نظال إلى آخره الناس اللي ربما نص مونده ما يستهلوش صحيح أنا معك في أطر لكن متى متى يتاح المجرم المناظرين سمحني أنا نظن طرحت مشكل سياسي مهم جدا في الحقيقة النيابة في المجلد الشعبي الوطني هي عهدى وطنية ليجي للمجلد الشعبي الوطني ما وش ماش يدير قوانين للدشور تاعه والمدينة تاعه والقرية تاعه سيطبق برنامج الحزب في إطار وطني يجي باش يدير يشرع قوانين وطنية في الحقيقة قبل حزب العمال كان يرشح مناظرين من ولاية الولاية واحدة أخرى وفي الحقيقة بهذه الطريقة نزيدون وحده أكثر فأكثر ولكن هذه السياسات كل واحد لازم يترشح في الولاية المقيمة ولوين ينتخب هذا بالنسبة لنا تقهقر وكنت كلموا على كفاءنا تقهقر وكفاءنا تقهقر وكفاءنا تقهقر في هذه النقطة لماذا لم يفتح المجال أمام المناظرين باش يترجحوه هنا في العاصمة أنا نقول لك يا أخي في الحقيقة حزب العمال إذا كان الحزب يروي جدد طاقاته هو حزب العمال سواء في العاصمة ولا على المستوى الوطني صحيح أن في جميع الدول العالم في العاصمة يرشحون غالبا ما يرشحون كوادر الحزب ولكن ما لازمش نشوفه فقط الوجوه البارزة في حزب العمال سنورمان الناس يعرفوا تعزيب يعرفوا جلول يعرفوا شويتهم يعرفوا قوادر يابرسكو هما هذو يجوزوا يعني وجوه ميدياتيك إعلامية ولكن في الجزائر العاصمة من المرتبة يعني في المراتب الأولى الأغلبية جميع شفتوه هم انتوما ولكن إطارات جامعيين إلى آخرين سنناقش المراتب الأخرى فقط ناخد رئيس الشريفي نعود إلى برامج نكمل بركة الفرصة في الحقيقة الترشح داخل حزب العمال سمعتوا أكل ربما بعض احتجاجات في الأحزاب الترشح في حزب العمال تم بطريقة ديمقراطية وشفافة والأغلبية الساحقة شافوا أن المعايير لحدتها للجنة المركزية تمت تطبيقها بحذفها سي شريفي حزب العمال الترشح تم فيه بطريقة شفافة مثلما يقول تعزيبت قضية ربما انتهت في تحالف حركة المجتمع السلم قضية ترشح سي عبد المجيد مناصر على رأس القائمة هذا القضية انتهت لكن لماذا نفس الشيء لماذا سي شريفي نائب راح ترشح للعهدى الثانية سي عبد المجيد مناصر على رأس قائمة تحالف حركة مجتمع السلم لماذا الأحزاب خاصة هنا في العاصمة ما تفتحش المجال أمام المناظرين باش يمدوا اللي بإمكانهم أن يمدواه في البرلمان بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على النبي الكريم بداية أشكركم على هذه الحصة كما أحيي زميلي غني ظالسي تعزيب في البرلمان ومن خلالكم أحيي جميع المشاهدين نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام احنا في حركة مجتمع السلم طبعا لم ما أدنش اللي رشح نفسه والذي تقدمه المؤسسات واذا نتكلم لي على العاصمة في العاصمة احنا في مجلس شوراه هو الذي قدم الأشخاص إلى هذه المناصب وإعداد القائمة كان من قبل مجلس الشورى الولائي بمصادقة والتسكية من المكتب الوطني أما فيما يخص عبد المسجد من أسرة هو إطار الوحدة نحن في إطار الوحدة من أجل تجسيد هذا الرمز على الوحدة بعد ما تم هذا التحالف جيسي عبد المسجد من أسرة رأينا بأنه يمكن أن يعطي إضافة في إطار الوحدة ورس الصفوف بين المناظرين فجئنا به عاصمة عبد المجلس من أسرة على رأس القائمة أما بالنسبة للقائمة قائمتنا كلها جديدة نحن لم يعيد عندنا من النواب إلا أنا فقط وبالترح من المؤسسات انتما ضدت التعديل شوف بالنائب يترشح مثلا خمس خطرات للبرلمان حاجة سليمة سياسية ديمقراطية نحن نريد خبرات سياسية ولا نريد خبرات برلمانية ولهذا فبالتالي عدنا هذا التجديد نحن عدنا الآن كأدبيات والتقليد لكن لا يمنح هذا ممكن تثلت عهدات أربع عهدات هذا يعود إلى المؤسسات القرى هو يتخذ المؤسسات لكن نحن عدنا متعارف لدينا أنه النائب يدير عهدتين وثم يتفرغ لبناء الحزب للنشاط السياسي لخدمة المناظرين من أجل تجديد طرقات لا في خمس عهدات شوفوا بلي إجراء ديمقراطي لما يناقش على المؤسسات نحن لا معدناش نائب دير خمس عهدات نحن الآن في العهدة السابقة لم يعد الترشح إلا أربع نواب من العهدات السابقة هما نائبين كانوا على رأس القائمة هو سي حمدادوش في جيجل وسي يحيى بنين في الواد وأنا في المرتبة الثانية في الجزائر العاصمة والأخ أيضا في عينت موشنت يعني هذا فقط اللي عادوا من حوالي أربعين نائب يعني لم نعد سيتعزبت فقط حزب العمال للمرة الخامسة لماذا؟ نظر ما لازمش نقاش سياسي يبقى نظروا في حلقة مفرغة سمح لي هذه العبارة لأن المسألة ليست في تحديد عدد العهدات ولكن في الأداء بالنسبة للمواطنين تعالى العاصمة سيدة لويزة حنون ترشحت من منذ 1997 في كل مرة يعطوا لها الأصوات في الحقيقة أعطيت النتائج تعالى 2012 ولا 2017 حزب العمال القوة السياسية الأولى في العاصمة حتى واحد ما يقدر لكن تكت في 2012 سمح لي سمح لي نقول لكم هذا الأغلبية سمح لي منذ خاصة 2007 في كل مرة أرقام ومصادر رسمية من داخل المؤسسات الدولة تمد في النتائج وتعترف أن حزب العمال هو اللي يتحصل في كل مرة أغلبيتهم مزورة أسماح لي ما رأيش ناظرها هما هما الأغلبية نتديد مكانهم في كل مرة أحزب العمال في المرتبة الأولى في الليل وصبح يشربوا كما كما تيوسي يصبح مثلا في دوميلدوس في الليل من الولاية من الخلية لنظمة الانتخابات قالوا لنا عندكم 13 مقعد وصبحوا ولو سبعة كنتم وجهة لواجهة لا شريفي لا شخص واحد أخر ما يقدر يكذب في بلدنا لحد الآن تفضل سي شريفي خلينا أخبروا رأيو سي شريفي أنتوا بكنتوا وجهاً لواجهة مع حزب العمال وفي التكتل وحصلتم على الأغلبية ب13 مقعداً لكن سي تعزيبت يقول بأنها مزيفة هذه الأغلبية التي حصلتم عليها ما حضرتش على لا هلأ قوة الأولى نشوف نشوف نمشينا في الانتخابات في 2012 ورأينا يعني إقبال يعني الشعب الجزائي اللي علينا في كل البلدية وكان عدنا مراقبين في مختلف يعني المراكز ومختلف المكاتب كنا مغطينها تقريباً مئة بالمئة وبالتالي إحنا تحصلنا على جميع المحاضر ولما حسبنا يعني الأصوات هذه كنتيجة وجدنا الأصوات التي تحصلنا عليها هي فوق العدد الذي تحصلنا عليه يعني في المقاعد سمزدون أحصولكم بمعنى نحسبناه بمفردنا عن النتائج وبالتالي يعني إحنا كنا أكثر نستخطيان المكاتب كيف ترى هذا الطحل حزب العمال تبقى تبقى بعض المكاتب يعني لبعض السناديق التي يعني تسمى بسناديق الخاصة كيف يعني تم التصرف فيها إلى أين وجهت يعتبر شيء آخر أنا هذا الذي أعرفه يا أخي بس المشاهد ما ندوخوش كما مرنا في الجزائر أنا بناتنا استعمال المال على نطاق واسع بالملاير كي الناس اللي داروا ملاير وملاير في الانتخابات في شراء ذيمن في شراء الأصوات التسجيلات المتعددة هذه الناس كل تعرفها إحنا الأصوات اللي يجيبها حزب العمال يجيبها كما يقولون بحلال بأصوات حلال مو ليس يعني أصوات تعتزوير ولا تعتزوير أصوات اللي إجابهم تكتو الحرام ما رانيش نقدر على أي كالكل واحد يعرف واش داروا لأنه من حاز على الأغلبية هنا في العاصمة في انتخابة 2012 ولأنه الممثل تعالين تخبو الشعب هنا في العاصمة وموجود معنا يا أخير راني نقول لك في العاصمة تحصلنا على 17 مقعد ما قلت لك شدوهم هذا ولا الدوهم فلان كين قائمة في الجزائر العاصمة من الأحزاب الموالد ما كانش عندها كان عندها صفر مقعد نحاولنا المقعد لنا ومدهوم الحزب تاني حكومة نمر إلى نقطة أخرى وذا وقع والناس نمر إلى نقطة أخرى الآن أنت كنت نائب في العهد الماضية وترشحت عن ولاية العاصمة خلينا نتلمو ماذا قدم صحيح معاك العهدى وطنية وإلى غير ذلك لكن في الأخير الناس العاصمة هما ليصوتوا في العاصمة هما يعطاوك هذا الصيف ماذا قدم السيتازيب للمواطن في ولاية العاصمة طبعا هل أولا كما قلت العهدى وطنية ثانيا العاصمة عندها دورين هي سكنين فيها عاصميين ولكن يقصدوها كل الجزائريين صحيح عندما يقعدوا كما يقصدوهم مشكلة اجتماعية اقتصادية طلابية الشي اللي نقدر نقول لك نواب حزب العوامان كما راهم في العاصمة ولا في باقي الولايات لجمع قصدهم واحد وغلقوا الباب عليه سواء النقابات سواء طلبة سواء النساء العاملات ولا العائلات سواء تعلق الأمر بالقضايا على السكن الاجتماعي يعني نحن ما شي باش نزوخوا باش نزوخوا لا ولكن كنا احترمنا العهدى بالنسبة لنا العهدى مقدسة المواطن عندما يعطينا العهدى نحفظ عليها وحنا كما قلت طالر ترشح حزب العوامان رشح مناظلين مكافحين وهذه بينناها دخل البرلمان لان اسمح لهذه العقلية واش درت للولايات صفرية للولايات لازم الناس كي يجيو يقصدوك لازم ترافقهم توقف معاهم حمينا الناس من القمع النقابيين الأستيذة والأطباء اللي جاءوا جزاء العاصمة ضد الغاء التقالى والنسبش كل يصابوا وصابوا نواب حزب العوامان يحميهم فقط باشي نكملك السياسة المطبقة اليوم يصوتوا عليها نواب الأغلبية داخل المجلس الشعبي الوطني سياسة التقشف الخوصصة المعيشة زيادة على الرسم على القيمة المضافة كل هذا الشي رهم اليوم يخلصوا فيها المواطنين في العاصمة وعلى المستوى الوطني ثم فقط في العاصمة نظلنا من أجل مخطط تعلمورو نظلنا عدة مرة عليه نظلنا من باشي ديرو شوف بالليش في العاصمة ما خصوا مخطط مروض مثلا بيسير النسرة هم عيشوا بالاسترس ربما في العاصمة كالي يخصو المواطن في العاصمة خصو زفهم مثلا عدنا مستشفى واحد المعروف اللي هو مصطفى باشا كان العاصميين يقصدوه ولكن يقصدوه من كل ولايات إلى متى هذه السياسة تتقشف إلغاء المشاريع نحن نظلنا باش نديرو باش نديرو سي شيريفي سي شيريفي أنت كذلك كنت نائب طوال العهدة طوال خمس سنوات عن العاصمة في تكتل جزاء الخبراء ماذا قدمت تكتل للمواطن في العاصمة طبعا كما ذكر زمين إحنا كنت لنا عهدة وطنية لكن في نفس الوقت كنا نحمل انشغالات الولاية انشغالات العاصمة كما يفعل يعني كثير من النواب المنتخبون عن ولايتهم ما كنا نناقش يعني ماذا هي هذه الانشغالات هذه الانشغالات تتعلق بمشكلة الترحيل تعلق بمشكلة الإسكان تعلق بالبرامج المتوقفة عن الإنجاز والتي سجلت يعني في سنة 2000 و2001 إلى غذائك فيها مشكلة أيضا نقص المرافق فيها مشكلة يعني التلوث فيها مشكلة النظافة وإحنا رسلنا يعني الجهات المعنية سواء كانت وزارة أو سواء كانت ولاية يعني رسلناها بهذه الانشغالات احنا نشاهد بأنه في العاصمة فيه كثير من التدهور فيما يتعلق بالطرقات خاصة الولائية والبلدية الآن احنا مركزين في العاصمة فقط على الطرقات لكن سي شريفي ربما العبرة العبرة ليس برفع انشغالا لكن العبرة بمن حقق مكسبا احنا ندفع لها هل حققتهم؟ هذي كنا ندفع لها في البرامج وندفع لها في القوانين لأنه نوع النائب ليس له عملية التدخل احنا يلوعدنا دور في مجال التنمية المحلية في تطبيق وتنفيذ المشاريع القطاعية نتكلم معك اما احنا تجينا الميزانية الميزانية تقول بأنه نخصص للقطاع الفلاني مبلغ مالي معين في مجال التجهيز ولا في مجال يعني المشاريع التنموية المحلية لبي سي دي ولبي اس دي كنا ندعمها هذه لكن تبقى عدن احنا عملية الرقابة عملية الأسئلة الكتابية عملية التوجيه عملية النقد على مستوى البرلمان ما كانش عدنا احنا مشكلة لان هنشو مشكلة السكن مشكلة السكن على مستوى البرلمان كيف نعالجها احنا مناش مسؤولين على التوزيع منا مشؤولين على الانجاز احنا فقط نصادق على الرخص المالية بما أننا نعطي للجهاز التنفيذي الوسيلة المالية التي بفضلها يحقق الاشباع للمواطنين لكن لما تجي للواقع تجد الانحرافات تجد الان مثلا في العاصمة يوجد عندنا مليون سكن ومعدل الشغل يعني السكن هو خمسة الى ستة من المفروض يكون فيه ثلاثة بمعنى لما نجي نشوفه نجد حوالي ثلثمائية الف سكن يعني بمعنى انها غير غير مشهولة اذا كان احسبنا بهذا الامر هذا يعني سكن موجود لكن طريقة التوزيع ايضا كان عدنا نحن رؤية فيما يتعلق الان بالبرامج تنموية الموجودة في العاصمة لان العاصمة فيها برامج تنموية كبيرة جدا خاصة في مجال السكن عدنا قطب في الجنوب عدنا قطب في الغرب وعدنا قطب في الشرق هذه البرامج السكنية نجد بانها برامج غير متكاملة كثير المرافق مجدرتون انتم في هذه القضية هذه تكلمنا مع الوزارة ونبهنا وزارة السكن الى ذلك نعم كان استجابة نعم فيه تكفل يعني في بعض الجوانب لكن فيه النقص في الاداء والان نجد مثلا نعطيك الآن غير هذا القطار الذي يربط مبين بيرتوتا وزيرالدا كل المحطة تنتاعه بالنسبة الجهاز تنفيذي موضعها بحيث تكون قريبة من خذبة المواطن فيه يعني فيه خلل فيه النقص هو مهم هو مهم لكن احنا حبين نقوله بالمشاريع غير متكاملة خلشوفوا غير مربوط اولا ما نقدرش نفصله بين المشاكل سياسة الحكومة باش من غلطوش نفسنا عندما نواب الأغلبية من العاصمة خلينا نتكلموا على الأحر أنا جايك برس كي المشكل لا اليوم ماذا بينا تعرض نتبرنا نعرض نعرض نقولك عندما مثلا صوته على تقليص الرسم على النشاط المهني نقصوها بخمسين بالمئة اللي كانت تطرح للبلاديات ذوك اليوم في العاصمة عندك بلاديات فقيرة اللي ما يقدروش يلبيوا متطلبات الحياة الكريمة في البلاديات وزادوا في العاصمة عندما يتكلموا نواب عن عاصماتها الأغلبية برس كل واحد النائب يتحاسب على وجدال زادوا نقصوها في هذه المغضة فقط لماذا أحزاب المعارضة أصبحت في حملتها الانتخابية تتبنى مش حملة لها دير حملة ضد نواب أحزاب الأغلبية خلينا نتكلموا على برنامجكم هم يتكلموا على بعض برنامجنا يوم إذا كانت العاصميين يوم أم يسوفروا من الشوماج من العنف في المدن من المشكلة عن النقل برس كون ما كاش أمن وما كاش ما كاش في جميع عواصم العالم كان كامل كابيتال ما حال عنده هذي المشكلة هذي المشكلة وهذي جستمو ما حال عنده كنت نتكلم كنت نتكلم كنت نتكلم مثلا على قائمة الجزائر الخضرق في العاصمة 2012 الوزير سبق عمار غول كان إلى برومي در دي بروميس باش يبني دي باركينغ هاي تاج وراهو باش يدير مخطط طريق تعالمرو بكاش سمح لي هم شاركوا في بيستور في سياسة الحكومة لمدة 17 سنة ما ننسوها هذي ذوق الشي اللي حبيت نقول نوصلولك هنا كان مثلا مشكلة على الساكن اجتماعي صحيح في العاصمة كانت هناك عمليات هذي بيسور نستحسنوها ولكن اللي زرج يروى اللي صنبري فيديو درواد لونجمه سي تعزيل من قطر استقبلنا الناس من الجزائر العاصمة موش سيبا بروبوزي موش باش باش يقولوا لازم يمدل هذا ويمدل هذا معدوك حقهم مالناس تاني العاصميين اللي سكنين في 13 ولا في 14 دون دي زر بارتموان عدوهم أصي الحق سي تعزيل تاني معا نائب الحقيقي اللي يحترم لأوهدتاه سيهو ليناظل ضد سياسة تقشف لروم يخلصه لهم يخلصوها العاصميين وباقي لنسلم ما كاش ننقل ما كاش وش تكلم عليه الآن الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون عندها 4 عهدات في البرلمان لماذا ما نشاهدوش الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون في البرلمان هي نائب نعم ما نشوفوهاش في البرلمان لماذا نعم أولا ما نشوفوهاش في البرلمان الأخير هذا هذا قرار تعال المكتب السياسي عندما شفنا بكل صراحة نقول هالك كي الناس دخل البرلمان اللي ما عندهم حتى أخلاق سياسية كنتوا تنسح بكل لي لا 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 حتى أخلاق سياسية هلاش فقط لويزا حنون هذه مناظلة أمينة عامة حزب نذكر مسؤولة سياسية معروفة وطنيين إفريقيين ودولين ما حبناش نعرضوها لأي استفزاز ولا واحد الوقت كنا نشوفوه بلي كان ربما قضية أمن كان منطلوها بالنسبة لها لأنه شفنا نواب أغلبية مشيوا كل نحترموك نواب لي تهجموا لها ولي كانوا ربما كان قضية أمن وهذا هذا ما يعنيش سمحني ما يعنيش أنها ما يعنيش أنها ما احترمتش لوحدة سيشيري فيه هي التي تشرف نكمل هي التي تشرف على الاجتماعات تعالى المكتبة يعني تعالى نواب تعل حزب تعطي توصيات الكتلة ما ما رايش غايبة ولكن رايش تبقى وش رايك فيه هذا النواب هذه مشكلة معضلة في البرلمان الجزائري نواب ينتخبهم شعب ثم بعد ذلك يغيبون طوال العهدات طوال خمس سنوات لن نشاهدهم في البرلمان وش رايك في قضية الغيابات المتكررة في البرلمان جابشي أدي الدور تاع والدور تاع ما هو دور تشريعي هو الدور يعني مناقشة القوانين مناقشة البرامج أيضا النقل الانشغالات الرقابة إذا كانت خلى عليها فإن هذا تخلى يعني طبعا الالتزامات تعودك كل وحد كيفاش يشوف ممكن هو عندهم نظرة اللي يتقسم لك نتكلمه من ناحية حالي نمت دبلوماسي هرمين تكلمه بالشفافية نعم بالشفافية هو تخلى طبعا عن الواجب أنه الإنسان يكون نائب وما يجيش في كثير من النواب يعني كانت فيهم معليش معليش فقط مرح كلمة كلمة خليك ولا غير كلمة الناس ليش نهار كامل قاعدين داخل المجلس الشارع الوطني والأداء سفر لأنه معليش ما يديروا تعدين وما يديروا مع الشارع رغم ستعزيف باش يرفضوا يديهم ويقبلوا الظلم ستعزيف 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 أنا لا أنا فهمش ما تجدر معك وما يش نقصد ممكن كما كان يقول هو كأن نائب غائب يؤدي أدوار أخرى لكن مش تكلموا هذه حالات خاصة لكن الحالات العامة اللي كانت تغيب كانت تغيب إما نتيجة نقص الأداء عدم القدرة على أداء المهمة المكلمة بها فيه نواب خمسة وربعين نائب يعني دالوها ما قالش ولا مداخلة ولا كلمة ولا تعديل لا لا معليش شوف لما نتكلم عن أصحاب شكار والله آثرت نقطة مهمة نتكلم عن أصحاب شكار هو العبرة بالأداء لكن بعض الحالات الاستثنائية هذه شيء آخر أن رئيس حزب أو على رؤساء الحزب ميجوش طبعا هو من الفروض لاسمي لما يكون رئيس ميجيش يعني اللي النواب اللي مثل الأقلية واللي مثل المعارضة يصبح حضورهم فقط يعني من أجل يعني النضال للتعديل خليني نروح ثم تأتي الآلة ثم تأتي الآلة باش نتكلم نتقل بلينتوما أكثر إقناعاً وأكثر احتكاكاً بالمواطن خليني نطلح لك سؤال كمواطن أنا ماانيش صحفي أنا مواطن معليش الوزاح النون سيدة الوزاح النون نعرفوها مناظلة وعظمان مش أنا نقولها نضالها يتكلم عليها نتكلموا على أصحاب شكرا لماذا هذه المناظرين مثلاً سيدة الوزاح النون ما نشوفوها شوف برلمان تقدمنا خدمة لصالح الشعب الجزائري أما إذا كانت غير مقتنعة وتشوف بلي الأمور كما تتكلم لماذا لم تستقيل سمح لي أولاً سيدة الوزاح النون رحمة متصدرة قائمة حزب العمال في الجزائر على بر بيانسير عندما تطلع المسجد الشعبي الوطني تروح حزب ما يسمح له القانون برسكو لوقتها بلطوع الالتزامات تاعها برسكا يمسؤون ما تنساش بلي الألوزاح نون رأي منسقة دولياً للوفاق الدولي لأمال والشعوب عندها حتى مسؤولية على المستوى الدولي ولكن أعطت القيمة للعهدة البرلمانية ترشحت بيسورك تترشح تمشي للبرلمان حلا استثنائية في العهدة لفاتت برسكو كان بانضياً نقولها كان بانضياً فلابيان ولما تمنوا لا ساحة ساحة باحترامي لأحران لأحياناً كما يجيش سعب سلمبو شوار فقط تنتاقضوه فلوها وما يقيم لاشو يشعر فقط هو هني عنده التزامات كما الالتزامات تع السيدة الوزحن وسيدة عب سلمبو شوار لا موش كيف كيف لا لا هذا كوزير لا لا هذه المسألة طرحنا له سؤال شفوي مبرمج داكور كان يقدر يتعذر مسبقاً باش نجيش باش نجيش فقط بارك فرسك المشكلة أخي الناس هم يشوفونا لورول دان دي بيوتي سيبا يسخنوا الكرسي سيبا يجي يناقشوا نعم ما تشي بارك يناقص يجي يوصل يوصل الانشغالات تع المجتمع حنا قلتها اختراها سيدة الوزحنون وهي على سواب قالت كأنها كنيسة يعني في الصحراء ما كاش ليلحقها احنا وكانت روح تشوف دخل المجلد الشعبي الوطني كل ما يجيو المحتجين طلبة شباب عمال نقابيين مكفوفين كي يجيو المجلد الشعبي الوطني الحزب اللو اللي يفتح لهم البيبان بلا ما ننكر الشي اللي داره حسب أخرين هو حزب العمال هو سواء في المجلد الشعبي الوطني ولا في المقار وكي يستقبلوهم واجدين باش تكونوا في الحكومة انا نشوفكم تحضروا احنا تكونوا في الحكومة بعد شرعيات وجدت وشكون يكون وزير قضية المشاركة في الحكومة هي قضية ترجع الانتخابات احنا ماذا بنا اذا كان انتخب علينا الشعب وعطرنا يعني الاغلبية او وعطرنا يعني ما يؤهل ندخل الحكومة بحيث نكون شريك حقيقي وشريك فعلي وشريك محترم في الحكومة نستطيع انه نشارك في اعداد البرامج التي او يسجلك ستعزف تهويك تخلي سجل انا موقفنا هذا خيارنا نحن خيارنا هو خيار المشاركة ومقلعين بهم منذ التسعينيات الى يومنا هذا قضية المعارضة قضية المعارضة او المقاطعة هذه ايضا نتيجة حسب الحجم وحسب الاستحقاق يعني النتائج الانتخابية اذا كان الشعب انتعطرنا الاغلبية ولا اعطرنا مرتبة مؤهلة اننا ننتقل الى الجهاز التنفيذي فلماذا لا الان احنا يا البرلمان نشتكي اننا الان ما كنت تقول انتهي ما تكفلناش بانشغالات المواطنين ما عدا في التعبير عنها او كتاب سؤال شفاهي او رفع انشغال الى وزير او التدخل لدى مدير لدى الجهاز لدى الجهاز الاداري التنفيذي مدير مركزي او مدير ولاي لكن عندما الان المسؤول عن عدم وصول الانشغالات والخدمات المختلفة الى المواطنين هو الجهاز التنفيذي وليس الجهاز التشريعي لما نتكلم على برلماني في المعارضة ما حققت لي ولا شيء الذي يحقق ذلك البرلمانيين قدموا وينما يجب ان يكون يقدم احنا كل البرامج تجهيز صادقنا عليها بأيد يعني بشكل مطلق ما عدا في ما يضر بالقدرة الشرائية المواطن ما يضر بالفئات الهشاء والضعيفة في المواطن اهي كل حزب يقول لي انا ما صوتش ضد المواطن نسي تحزيب المعارضة التي عرضت خدماتها على السلطة وانها ستكون نعم نظر اولا دابورا انا حبيت نشجب جو دينانس لزرطك هذا التهجم على المواطنين اللي خيروا باش يمتنعوا على التصويت يعني قريب جرموا التصويت هذه العمارسية هذا تقعقر سياسي فضيع ثم احنا دخلنا باش نشاركوا في هذه الانتخابات موش باش نضيوا مناصب هكا شاركنتم في الحكومة سمع لي دخلنا باش نشاركوا في الانتخابات باش نبنيوا مع بعض مع المواطنين ميطرس باش نحبسوا هذه السياسة القاتلة تقتل بلادنا هذه السياسة عن الحكومة تاعة التقشف تاعة الفساد المعمم تاعة شاركة خاصة عمومي لهذا الافتراس في هذا القضية شاركة سيكونتيا كارونتناف البعض يقول بأن حزب العمال حسر البرلمان والسلطة التجريعية كلها في قاعدة 51 اسمح لي قاعدة 51 حق الشفوة توقف الخوصصة الافتراس البياج النهب بتاع الممتلكات الاممية ثم درنا ضريبة على ثروة للأسف النواب ما مشوش معنا إلى آخره ولكن احنا مكافحين مناضلين الالتزام تعالى لدرناها مع المواطنين سيكون نواب حزب العمال عندما تخيروه تخيروهم يطلعوا المجلد الشعب الوطني ما يسكتوش وما يهبطوش يديهم يبقوا ينظلوا باش نقضوا بلادنا لأن بلادنا بلادنا رأي في خطر هذه سياسة الحكومة تعتقشف تعتنص الدولة حتى طابع الاجتماعي للدولة رأهم يتدمروا فيه يوم بعد يوم هذه تطرح قضية أمن قومي على هذه اللحنة خايفين على بلادنا ولكن أصي معاولين على التعبئة تعالى المواطنين تعالى عمال تعالى الشباب باشيخيرو طريق وحدة وفر بلادنا وليس هذا إجابة الحكومة سيد شيريفي قضية 51-49 انت بنظرة الخابير الاقتصادي بما أن تكونك اقتصادي ولا غير ذلك لما يجيك مستثمر من الخارج ويجيب لك أموال وراح يستثمر لك هنا في الجزائر وتقول له نعطيك 49% وانت 51% يقبل ما يقبلش لا قبل منطقي مش منطقي نعطيك الآن قبل ما نجيك لهذا النقطة يعني من وجهة نظر اقتصادي في عجالة لأن الوقت انتهى نحن نؤمن في برنامجنا الاقتصادي القطاع الخاص والقطاع التضامنية أو ما يسمى بها القطاع الثالث اللي هو القطاع المجتمع المدني هذه القطاعات تجيب أن تكون متكاملة نحن نؤمن بدور الدولة الأساسي في عملية التنمية والإنتاج لأننا الدولة المازال ما نشفي دولة يعني وصلة إلى مرحلة التي وفي قضية باختصار ولا أنت في مجال القطاع الخاص في مجال القطاع نحن لا نؤمن بهذه الشراكة لأنه في قطاع القطاع العام هو الذي تسيره الدولة هو القطاع استراتيجي هو القطاع الذي يقوم بتوفير البنية التحتية الضرورية للاستثمار والدولة يكون لها تدخل والرقابة أما بالنسبة للقطاع الخاص فنحن لنؤمن بهذه القاعدة كثير من الأحزاب تقول لك حبوب يعود بلاد لما تعرض هذه القضية للمناقشة يقول حبوب يعود بلاد لا لا الدولة كنا فيه قطعا متكرنة هذه وجهة نظر في الحقيقة كانت دولة القانون يتحسب تسعة ورابعين يريبوا الحجار خريب 51 تسعة ورابعين هم يش تكلموا على أنه وما يجي واحد نقدموا له مصنع جاهز نقدموا له مثل نحن العقارات جاهزة نحن نريد الذي يأتينا بالتكنولوجيا اللي يجيبنا الأموال اللي يجيبنا الخبرة في التسيير هذا ولي نتكلموا عليه أما أنه يجيني واحد بكل هذه عن طريق المحسوبية ولا واحد لا يملكوا شيء مثل ما هو موجود عقل متى ثانية عقل متى ثانية اليوم على المستوى العالمي كان أزمتها سيولة قبل أن ندير وقاعدة 51 تسعة ورابعين ما كانش استثمارات أجنبية أما راناش بعيد هنا لبوردال جيعيب أن 50 سنة بعد الاستقلال أكثر من 50 سنة بعد الاستقلال جابونا شارك من الإمارات العربية وما نحقرش الإمارات العربية بشي سيرنا ميناء سيرنا ما كانوش عندنا إطارات ضكي جزائر تزخر بإطارات جميعية نديروا شاركة اسمح لي عن العبارة تعتمسخير 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 في البوردال جي في الايروبوردال جي في سير المياه من عرفش وقسيروا المأشار سؤال أخير في أقل متى ثانية هذا يعود إلى السياسة المعتمدة في إطار الشراكة في إطار الاستثمار في إطار الرقابة شاركة تعنام هذه غياب الشفافية غياب الشفافية إنتهى الوقت إنتهى الوقت السيدة أعزيفت في أقل من ثلاثين ثانية السيدة عداني الأمين العام السابق والأفن الله يذكره على آخر كان دايما يقول وحد الطرح لماذا لويزة حنون مع الرئيس السيد عبد العزبوتفليقة وضد حكومته يعني إحنا ما بدلناش سياستنا سياسة التي تبدلت الحكومة هي التي بدلت سياستها لأن عندما كان رئيس الجمهورية يأخذ في إجراءات أن نعتبرها إيجابية ولو جزئية يعني مقتنعين بالإجراءات اللي كان يأخذها ولو كانت نقصة بالنسبة لنا أما اليوم من 2015 لهنا حرب اجتماعي موعلانا ضد الأغلبية ما نقدروش نوقفوا معها بالعكس لازم نتصدوها ما نكونوش حزب العمال عصيل وكان نسكتوه على كل هذل ديراباج على كل هذل التقاقرات على ذلك اللي خيرنا الشعار المركزي كفى كفى الآن بلدنا شكرا جزيلا سيد رمضان تعزيف النائب عن حزب العمال ومرشح حزب العمال هنا في العاصمة شكرا جزيلا أشكرك كذلك جزيلا شكرا سيد شريفي أحمد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء في العهدة السابقة ومرشح تحالف حركة مجتمع السلم في تشريعية 2017 شكرا جزيلا شكرا لك أبرا أخلا أشكركم كذلك أنتم مشاهدين الكرام جزيلا شكرا على حسني وكرم المتابعة نلتقي بكم في أعداد قادمة لمناقشة برامج أحزاب جديدة في ولاية جديدة دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر